حمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أنا كفالت يتيم وتقول اليتيم ما زال صغيرا وأنا أريد أن أوقف الكفالة ما حكم ذلك أختي حمد من السعودية بارك الله فيك بالنسبة لكفالة الأيتام من أفضل الأعمال و من أجل القربات و من أعظم الطاعات الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال أنا و كافر اليتيم كهاتين في الجنة و جاء في لفظ قال أنا و كافر اليتيم كهاتين في الجنة ثم فرق بين أصبعيه و هذا يدلنا على ماذا على أن كافر اليتيم في مرتبة عظيمة و أنه هو و النبي عليه الصلاة و السلام من حيث القرب كما بين السبابة و الوسطى هذا القرب يعني كما بين السبابة و الوسطى و إذا فتح الله عز و جل على مسلم أو مسلمة باب كفالة اليتيم فإنها نعمة يجب عليه أن يشكر الله عليه خاصة إذا كان قادرا مستطيعا و الله جل و علا يمن على من يشاء من عباده بفتح أبواب الخير فأنت يا حمد فتح الله لك بابا من أبواب الخير أغلقه على كثير من الناس يتمنون أن يكفلوا أيتام لكن فتح الله عليك هذا الباب فالواجب عليك أن تشكر الله عز و جل سواء كنت أنت السائل لنفسك أو قصدت شخصا آخر و المعنى أن الإنسان يحمد الله عز و جل على هذه النعمة الله جل و عي قل و إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشهدين فلذلك هذه نعمة عظيمة كيف الآن إنسان أقدم بطواعيته و أقدم برغبته و كفل يتيما ما زال طفلا صغيرا ثم في وسط الطريق قال لا أنا خلاص أنا ما أريد أن أكفل هل ترضين يا أختي حمدة أو من تسألين عنه أو تسألين بالنيابة عنهم أن الإنسان يتعامل معك أنت مثل هذا التعامل يعني شخص وعدك أن يسافر بك إلى مكة و في نصف الطريق قال لا انزلوا هونت ما وقع هذا الأمر على نفسك طيب هذا اليتيم الصغير المسكين و لله الحمد فتح الله له باب خير عن طريقك أو عن طريق من تسألين بالنيابة عنهم هذا الطفل الآن في وسط الطريق توقفتي من لهذا الطفل؟ من لهذا الطفل؟ وتعرفين بأن الأيتام كثر في هذا العالم خاصة الأطفال المسلمين من لهذا اليتيم؟ من الذي يقوم عليه؟ الآن ربما يعني ربما هذا التعطيل للكفالة ربما يؤدي إلى وفاته يتحمل هذا الإنسان ما أحد قال يجب عليك أن تكفل ابتداء أنت اللي ذهبت فكفلت كملي الكفالة إلى أن يبلغ هذا اليتيم إذا والله تعرضت لجائحة تعرض مالك لجائحة سماوية أو لآفة أرضية أو وصلت مرحلة دخلت في قروض وديون وما عندك القدرة أنت معذورة عند الله عز وجل و لذلك لا يصلح هذا يا أخت الفاضل وهذه نصيحة لكل أحد للأسف الشديد بعض الناس تدفعه العاطفة و يشوف ما سيئ الله يسمع الأحاديث يسمع كذا ما أحد قال غصبا عنك تكفل هو راح بنفسه ثم إذا جاء تحسف على 200 ريال أو 150 ريال يدفعها شهرية سبحان الله العظيم و يمكن هذا الشخص لو راح المطعم صرف 400 و 500 ريال ما يهمه على المطعم ما يهمه أو يروح يشتري أجهزة الكترونية بألف و ألفين ما يهمه لكن كفالة اليتيم يجيه الشيطان يوسوسله و يضعفه و يوهنه و يقول له هذا مبلغ كبير 150 و 200 ريال كثيرات لذلك أنا أنصحك بأن تتق الله و تخاف الله و تنتبهين أنا ما أقول لك حرام لا أنا أقول لك انتبهي ما تدري قد يترتب عليه شيء هذا الطفل اللي الآن فرحت به فرحت أمه بهذا الكفالة أو الجهة الراعية له فرحه يتفاجعون والله انسحبتي من كفالته و أنت ما ترضينها لنفسك في صورة و مثال ضربت لك قبل قليل كيف ردت فعلك إذا كان واحد يفعل مثلا أبسط من هذا الشيء مع رشدك و بلوغك و قدرتك على التصرف الشخصي و هذا الطفل صغير فأنصحك بأن لا تفكر بهذا و احذري من الشيطان الشيطان يوسوس الشيطان سبحان الله العظيم يأتي بعض الناس اللي يتصدقوا مئة درهم مئتين يعمل لهم طريقة طريقة حسابية يقعد الواحد يحسبها ألف يعني مئة بس سنة كذا و يحسبها لكن اللي راح المطعم لا ما يحسب الشيطان يتركه يقول لها بدا هذا زين اللي راح يشتري اكسسوارات و يشتري بعض الشغلات لا 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 الشيطان ما يجيه يقول له هذا زين فأنا قصدي يعني الواحد يتق الله و يخاف الله سبحانه وتعالى و ينتبه هذا باب خير لا تغلقينه الله عز وجل فتح لك باب خير لا تغلقين هذا الباب لا تغلقينه هذا الباب يمكن الله عز وجل يغفر لك جميع تقصيريك و ما حصل من ذنوب و ما حصل بسبب هذا الباب اللي هو يسير مئة و خمسين و مئتين حتى لو كان ألف ريال هذا نعم من نعم الله بارك الله فيك يا حمده ترجمة نانسي قنقر